إذا مرضت الشاهد وقربت من الموت هل أبكيها أو أدعها تموت بدون ذكاة لأن بعض الناس يقولون إنهم سمعوا من بعض العلماء قولهم لا تبكيها إذا كنت لا تريد أكلها يباكم الله خيرا نعم ما سمعه هؤلاء من العلماء هو صحيح لا يجد ذكاة الحيوان إلا يجري أكله إذا كان يريد أكله فإنه يبكيه أما إذا كان لا يريد أكله فإنه لا يبكيه لأن هذا إثاثا من المال يريد فائدة ولأن هذا الحيوان هو بلا يشفى من هذا المرض فعلى كل حال لا يجد ذكاة الحيوان إلا لأجب يأكله إذا كان مما يأكله قد يفع على هذا أهم العلم قال يحرم تنسية الحيوان لأجب يأكله أي أرضي قصد مراحته كما يظن بعض الناس يستد المرض من الحيوان يقول أنا أذبحه لأجب مراحته أو بعضه يقول أنا أذبحه لأن لا يكون على سبيل الشيطان فهذا لا يجود هذا من الجهل الحيوان لا يزح أن إذا كان مما يأكل وكان يقصد أكله إنه يكونه هو لنفسه أو يقوله غيره جزاكم الله وخيرا